المحارم على استقلال تونس ومسلامة ترابة وأن تحتلل دستورها وتشريعها حين اعتقد للكثيرون أن الباجي قايد السبسي هجر السياسة واعتكف بعيدا عنها في محرابه القانوني ليعود إلى سيرته الأولى محاميا جاءته تسعى بعد سنوات من القطيع ليقود مرحلة حساسة من تاريخ تونس الثورة عام 2011 في سيد بوسعيد وليد ساكن قرطاج عام 1926 تخرج من كلية الحقوق في باريس عام 1952 ثم عاد إلى تونس فاحتضنه الحبيب برقيبة سياسيا وجعله من المقربين إليه تدرج السبسي في المناصب بين عهدي برقيبة وزين العابدين بن علي مرورا باعتزاله السياسة عام 1991 ليمارس المحامى وليؤلف كتابين أحدهما عن برقيبة ووصولا إلى الثورة التونسية ترد السبسي من الحزب الدستوري الحاكم مثل دعوات إصلاحية فانضم إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الليبرالية المعارضة وبعد سقوط نظام بن علي شاءت الأقدار أن تعيده ثورة شابة إلى وجهة المشهد السياسي بعد غياب عشرين عاما فكلف برئاسة الحكومة عام 2011 ثم أسس حزب نداء تونس عام 2012 ليفوض بعد ذلك بانتخابات رئاسية أدخلته قصر قرطاج من بابه الواسع عام 2014 ما بين القصرين القصبة وقرطاج سياسي مخضر من أسقل الزمن شخصيته ومنحها مزيجا استثنائيا من القدرات والخبرات برحيله يجر السبسي خلفه قطارا من التاريخ والأحداث أيد العلمانيين وخاصم الإسلاميين توعد بالقضاء على الإرهاب ونصر حقوق المرأة والصحافة كان يعشق الشعر ويقدس العائلة ويحرص على توازنه الصحي لدرجة أثارت فضول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ودفعته إلى سؤاله عن سر قوته لكنها استفزت قصومه الذين أخذوا عليه تقدمه في العمر فكان يرد عليهم متهكما أعتذر لأنني ما زلت على قيد الحياة